نظمت الإدارة العامة لأمن المعلومات والاتصالات الراديوية في هيئة المعلومات والحكومة الألكترونية الاجتماع الثالث لصقور أمن المعلومات بحضوري 75 موظفا مختصا في مجال أمن المعلومات بالجهات الحكومية بالمملكة بات ملحوظا ظهور الجانب المظلم في فضاء العولمة المترامي وبات واضحا تسلل عديد الاختراقات الإلكترونية التي تنتهك حرية الأفراد والجماعات وحتى الدول التي تضمها دون مؤشر سابق يلمح بحدوث ذلك ظاهرة أصبحت تؤرق فكرة الجهات الحكومية التي أضحى جل عملها ونوعية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها تتم عبر نوافذ إلكترونية يسهل تخللها والاجتماع الثالث لسقور أمن المعلومات ما هو إلا منصة أوكلت لنفسها تقديم الوصفات الإلكترونية المثلة الكفيلة بالحفاظ على صحة أمن المعلومات وتعزيز المستوى الأمني للبنى التحتية والأنظمة الإلكترونية الحكومية الأمر اللي حنا بنوصو الله حقه إجتماع عن المعلومات مثل ما نتعارف حماية المعلومات هي حماية مسؤولية مشتركة فمن باب مسؤولية المشتركة فالاجتماع اللي يصار حين بين الاجتماع الثالث وهو صور أمن المعلومات اللي هو الهدف منه مشاركة الأعضاء ما هو الهجمات الإلكترونية التي واجهت الحكومة وما هو دروس المستفادة وما هو المشاريع المستقبلية تقليل من أثر الهجمات وفي نفس الوقت ما هو الخطوات التي اتبعتها الهيئة حيث تقلل من خطورة أي هجمة صابت الهيئة إن زيادة التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الحكومية يصب في خانة سهولة مواجهة ومقاومة الملوثات الإلكترونية التي يجهل مصدرها أحيانا هذا الاجتماع خلق قناة تواصل فعالة وسريعة للتصدي حق محاولات الاختراقات الإلكترونية اللي بتصير بشكل عام فمن خلال هذا الاجتماع بيكون ويد مفيد حق كل الجهات الحكومية أنه بتكون في موقف تصدي لكل المحاولات الاختراقات مشاركاتنا طبعا هي مشاركة من جميع الجهات الحكومية هذا الملتقى مهم جدا لذيادة الوعي على الأخطار في عالم الأمن السيبراني لأن هذه المخاطر بشكل مستمر يعني قاعدة في الزياد في العالم فالجهات الحكومية كلها لازم يزيد الوعي عنده بهالمخاطر وأنه يحطون الحلول لمواجهة هالأخطار اجتماع تضمن جملة من المحاضرات التعليمية والتفاعلية التي وقفت على عدد من المحاور العملية الهامة كمحور التدريب في مجال الأمن السيبراني وتشفير الحوسبة السحابية بالمفاتيح الخاصة وفحص الثغرات الأمنية وحماية الأجهزة الطرفية وصولا إلى محور المراقبة الأمنية للأنظمة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة